يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان اي لايف ونهارك سعيد يوم ان شاء الله هادي على مصر كلها النهاردة 12 فبراير واحداث كتيرة جدا حصلت في مصر الاسبوعين اللي فاتوا لحد مبارح وكان فيه دعوة للعسيان المدني اعتقد حسب تصريح كتير جدا من المؤسسات ان الدعوة دي لم تجد ترحيب عند الناس النهاردة هنعرف عنها اكتر وعندنا تساؤلات على كل الاحداث الموجودة هتكون النهاردة مع ضيوفنا صباح الخير صباح الخير يا فاني صباح الخير يا مايك صباح الخير لكل مشاهدينا والحد بداية اسبوع جديد يا رب يعدي بالخير على مصر امبارح دعوات الاضرابية يمكن ما لقدش خبول في الشرع المصري لكن الكويس انه فيه عمال كتير اخدوا حقوقهم وانه الناس اتحركت ده شيء كويس يعني ياريد بعد كده بقى الاضرابات يعني حاول نعمل اضرابات عشان بعد كده الناس تشتغل والبلد تبقى كويسة فدي روح اجابية كويسة يا رب دايما نتفق على اهدافنا كشعب ونتقدم هيكون يومنا النهاردة وفيه فقرات مهمة جدا هيكون من اهمها يكون معنا دكتور هشام الشريف الكاتب والمفكر هنتكلم معاه في الاحداث الحالية هتكون الفقرة مع ماي هنتكلم معاه بالتفصيل عن الاحداث الجارية صباح الخير صباح الخير ماي صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليام بالامل والتفاؤل اليوم بتاع مبارح ده اثبت ان المصريين لحد كبير بغض النظر هم مع ان احنا يبقى فيه احتصام او اضراب يعني او مفيش اضراب انما المصريين بيفكروا يبتدين نفكر اكتر واكتر في ان احنا عايزين مصر تبقى احسن بغض النظر الناس اللي بتقول نعمل اضراب عشان نوصل لحقوق معينة او اللي ما عملش اضراب وقال لا نشتغل ده اتجاه حلو ان احنا كلنا عايزين مستقبل كويس لمصر لما الحاجة اللي فعلا محتاجينها بسرعة جدا هو الامن في الشارع عندنا النهاردة فقرة خاصة عن موضوع عادة هيكلة وزارة الداخلية معانا اللواء الاستاذ علاء بازيد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والامنية في فكرة كمان خاصة عن شارع المعز واعتقد ناس كتير عارفت ان شارع المعز معرض للخطر في الفترة اللي فاتت في تسريب بعض المياه غطت الشارع تقريبا متر فوق سطح الارض فنهاردة هيكون معانا استاذ علي القماشي الكاتب الصحفي هكلمنا عن شارع المعز وهمية شارع المعز بالانه طبعا بيحتوي على كتير من الاثار الاسلامية ايه ايه تانين فقراتنا؟ ده يكون كمان معانا فخرة مع الشاعرة حنان مفيد فوزي هنتكلم معاها عند اوينها وهنسمع بعض من اشعارها سوصا ديوانيا حلوة المورد وهو من القصائل العامية بس لازم التنويه على حاجة بالنسبة للالو اشرف على دعوة الاضراب او الاسيان المدني ان احنا الحاجة الوحيدة اللي اداء في الموضوع كله ان الناس كانت بتخون بعض يا جماعة الاضراب او الاسيان ده حق دستوري مكفول لكل بني ادم على وجه الكرة الارضية واول اضراب احنا اللي عملناه في ايام الفرعنة واول اضراب في العصر الحديث عمال بناجم الفحم في بورسعيد 1882 فده حق رئيسي لكل مواطن ياريت ما نخونش بعض الاستاذة امال ويدة الصحفية في جريدة الاهرام هي ضيفة الاستاذة مي زملتي الفقرة الجاية نهاركو دايما مليان بالامل والتفاعل صباح الخير